راحات الشناوي الشناوي تسأل النهار ده سؤال مهم جدا في وقت خطأ جدا ليلة المباراة انت ازاي دخل فيك الجون في المباراة السابقة السؤال كان غريب جدا في توقيت غريب جدا وكل صحفي له الاحترام والتقدير ويسأل ساي ما هو عايز فيش مشكلة بس في التوقيت ده لأ ارجع لي في التوقيت ده صعب جدا يعني ليلة المباراة بسأل حارس مرمى انت دخل فيك الكورة المرش اللي فات ازاي حتى الشناوي اتخذ استغرب طب انا كان عندي حاجة تانية طب انت يا شناوي يا كابتن شناوي صدت مثلا ثلاث اهداف محققة ازاي ما دي زاي دي هو الجن ايه هو الجن ما ينفعش خش فيه اهداف نا بيدخل نفعش نتكلم على المتش القادم وهو بصفة الكابتن كيف نتغلب على اخطاء المباراة السابقة وايه اللي بيتقلل ايه بقى مش هنقول للناس تقوله ايه كل واحد يقوله هو عايزه لكن هو التوقيت فقط لغير في سؤال صعب مع كابتن الفريق وحارس المرمى واقوله انت دخل فيك الجن ازاي هو رده كان غريب جدا يعني هو رد غريب وانت هتستفيد ايه ان انا اقول يعني ممكن حد يفسرها بالغرور انت هتستفيد ايه ان انا اقولك هو مش كده هو مفاجأة وصدمة وتوقيت صعب جدا برضو تاني ما انا ممكن اسأله ازاي شلت تلات جوال دي زي دي وجبت كم بطولة للأهلي دي زي دي هل الشناوي مالوش تأثير ده الشناوي افضل لعيبة النادي الأهلي في اسوأ تلات مباريات لعيبهم النادي الأهلي شناوي ده قيمة كبيرة جدا لازم نحافظ عليه شناوي ده عامل لنا اتزان كبير جدا جدا في حراسة المرمى في مصر سباة مستوى دي مش موجودة مين الحراس التانية اللي موجودين على الساحة ابو جبل مستوى بعيد تماما محمد عواد ماتش وماتش محمد صبحي بعيد تماما مين تاني في مين تاني أحمد الشناوي حارس كبير أحمد الشناوي حارس كبير لازم أذكره لكن محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول لازم ياخد حقه كفاية نهد في الناس لازم نبقى في باور جامد وفي توقيتات المفروض ده يحسن طيب دي تصريحات الشناوي قالها النهاردة الشناوي قال إنه النهاردة في المؤتمر الصحفي وهنعرضه لحضراتكم هل ندرك جيدا حجم الضغط الواقع علينا في مواجهة سانداونز فعلا فيه ضغط دايما مواجهات الأهل وسانداونز فيها ضغط معتدون على الضغط طبعا هو متعود حارس كبير واسم كبير الشناوي ونعرف جيدا كيف نتعامل معه وغدا نلعب بحضور جماهرنا طبعا أهلي قدام جميله قصة تانية وحكاية تانية الأهل يمتلك خبرات كبيرة خاصة في الموجهات الصعبة واللعبية لدهم تجارب سابقة ووجود جمهور النادي الأهل يمنحنا مواقع كبيرة من أجل إسعادهم وبكل تأكيد سوف نقاتل دي تصريحات الشناوي